بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أولادنا فلذات أكبادنا سنسأل عنهم بين يدي الله جل وعلا يقول حبيبنا الشفيع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها لا بد أن ننشأ أولادنا تنشئة دينية تنشئة إيمانية أن نربيهم على هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم وأفضل تنشئة للأولاد وللبنات في الصغر أن نربي أولادنا وبناتنا على ما رب ردف النبي عليه أولاده والصحابة هذا سيدنا بن عباس يقول كنت ردف النبي ذات يوم سيدنا عبدالله بن عباس شاب أو طفل في هذا الوقت صغير يقول كنت ردف النبي يعني يركب دابة خلف رسول الله فإذ بسيدنا رسول الله يؤصل هذه التنشئة في نفس بن عباس وهو صغير قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم بأن الأمة لو جتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو جتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بن عباس في هذا الوقت لم يجاوز العاشرة من عمره وهو يركب الدابة خلف سيدنا رسول الله يقول له النبي يا غلام إني أعلمك كلمات وسيدنا رسول الله كان إذا تكلم يستطيع المستمع أن يعد الكلمات التي ينطق بها النبي كان ليكثر الكلام ولكن لكل كلمة معنى وكان إذا تكلم كأنما نظمات خرز يتحضرن من فمه الشريف يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يقوي علاقة الغلام بربه يا عبد الله يا ابن عباس احفظ الله جل وعلا في الخلوة والجلوة مع الناس وإذا خلوت برب الناس وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني احفظ الله تجده تجاهك كل الله كما يريد يكون لك كما تريد وفوق ما تريد ويلن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد ثم يقوي علاقة عبادته بربه لا تسأل الخلق ولكن سل الخالق إذا سألت فاسأل الله لا تسأل النبني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبوا فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبوا قل يا رب وادع ربك وناجي ربك أما يجيب المضطر إذا دعاه ولا تستعن بالخلق ولكن استعن بالخالق وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الدنيا والأكوان والأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء أو يضروك بشيء فلن ينفعوك ولن يضروك إلا بما كتب الله لك أو عليك رب أبناءكم ورب بناتكم على ثلاث كلمات الله مطلع علي الله ناظر إلي الله شاهد علي وضعوا الله بهذا الدعاء فله تأثير فعال قولوا في سجودكم اللهم رب لنا أولادنا ورب لنا بناتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما نسأل الله صلاح الذرية وأن يبارك فيهم اللهم آمين وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحماته